اشتركوا في القناة وقفنا في المرة الأخيرة عند قول الإمام المنذري رحمة الله عليه في هذا المختصر قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار هذا كتاب جديد أيضا من كتاب صحيح مسلم أو شرح صحيح مسلم بهذه التبويبات التي بوابها الإمام الناوي رحمة الله عليه قال كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار والمقصود يعني أن هذا الكتاب يعنى بهذه الأمور يعني الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ثم قال باب الحث على ذكر الله تعالى باب الحث على ذكر الله تعالى قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي به وأنا معه حين يذكرني إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولا باب الحث على ذكر الله تعالى أي ما يأتي من الحث على ذكر الله تعالى وذكر هذا الحديث وهو حديث قدسي وهو حديث قدسي وهذا من الأحاديث القدسية أو الأحاديث الإلهية كما يعني يسميها العلماء وهي الأحاديث التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه سبحانه وتعالى حكاية عن ربه سبحانه وتعالى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله قال الله كذا فهذا يسمى حديث إلهي أو حديث قدسي واختلف العلماء في توصيفهم منهم من قال هو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعنى من الله والكلام من النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من قال المعنى واللفظ من الله عز وجل والفرق بينه وبين القرآن كثير إن هذا لا يتعبد به في الصلاة ولا يتعبد به في عدد الحروف وكذا لأجل الجواب على من يقول طب ما هو الفرق إذا كان هذا من كلام الله معنا ولفظا فما الفرق بينه وبين القرآن فالفروق كثيرة يعني محلها كلام العلماء في ذلك قال يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي أنا عند ظن عبدي بي يعني ما المقصود بي ظن عبدي بي قال الإمام القاضي رحمة الله عليه قيل معناه يعني أنا عند ظن عبدي بي أي بالغفران له إذا استغفر والقبول إذا تاب والإجابة إذا دع والكفاية إذا طلب الكفاية يعني أنا عند ظن عبدي بي إذا دعاني أجبته أنا إذا استغفرني غفرت له إذا تاب إلي قبلته إذا طلب مني الكفاية كفيته أنا عند ظن عبدي بي وأيضا قال وقيل المراد به الرجاء وتأميل العفو الرجاء وتأميل العفو إن العبد عند ظن عبدي بي يعني العبد يكون عنده رجاء في الله ويأمل في عفو الله سبحانه وتعالى فأنا عند ظنه إن كان يظن بي ذلك إن كان يظن بي ذلك وكلها معاني غير متعارضة فإذا كان العبد يحسن الظن بربه وجد ما يعني كان هو عليه أنا عند ظن عبدي به إذا ظننت بربك أنك إن تبت إليه أقبلك قبلك إذا ظننت بربك أنك إذا رجوت عفوه عند مصيب زنب أو نحو ذلك عفى عنك إذا رجوته في قبول عمل قبله منك وهكذا أنا عند ظن عبدي به وأنا معه حين يذكرني وأنا معه حين يذكرني أنا معه حين يذكرني وهذه معية خاصة هذه معية خاصة وإلا فمعية الله عز وجل لعباده معيتان معية عامة وهي معية العلم والإحاطة يعني التي تقتدي العلم والإحاطة ومعية خاصة وهي التي تزيد على المعية العامة بالتوفيق والسداد والتأييد هذا يقول لأوليائه أن يكون معهم معية خاصة مقتضاها التوفيق والتأييد النصرة أي نعم إني معكم أسمع وأرى فهذه فيها معية التأييد لنبي الله موسى عليه السلام وأخيه هارو قال وأنا معه حين يذكرني قال إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي إن ذكرني في نفسه يعني ذكرني خاليا إن ذكرني خاليا ذكرته في نفسي الله عز وجل يجعل له ما هو أحسن وما هو أعظم في ذكره في نفسه سبحانه وتعالى وإن ذكرني في ملأ ذكرتهم في ملأ هم خير منهم وإن ذكرني في ملأ يعني جماعة من أشراف الناس جماعة من أشراف الناس من أفاضل الناس إن ذكرني في ملأ والملأ هم الأفاضل الأفاضل الأشراف يعني العلية إن ذكرني في ملاء أو يراد هنا بالملاء الجمع إن ذكرني في جمع ذكرته في جمع هم خير منهم والمقصود هنا الملائكة أي أن الله عز وجل يذكره عند الملائكة فيقول ذكرني عبد فلان انظروا إلى عبد فلان وكذا ويثني عليه عند ملائكته وهنا فإذا نقف عليها وهي أن هذا الجزء من الحديث احتج به من قال أن الملائكة أفضل من الأنبياء وأفضل من صالح البشر وأفضل من الأنبياء وأفضل من صالح البشر باعتبار ماذا؟ إن الحديث فيه إن ذكرني في ملاء ذكرته في ملاء خير منهم يعني إن ذا معناه إن الملائكة أفضل من الإنسان أفضل من الإنسان عموما والصالحين ونحو ذلك فهذا استدل به من قال بإن الملائكة أفضل من الأنبياء لقوله في الحديث خير منهم أو خير منهم واحتجوا أيضا يعني أصحاب هذا القول بقول الله تعالى وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَنِي آذَمْ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا قالوا فالتقييد بالكثير التقييد بالكثير احتراز من الملائكة يعني ربنا سبحانه الله قال وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ ما قال مثلا وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى مَنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا إنما قال على كثيرٍ ممن خلقنا تفضيل فقاله دليل على أن في جزء ربنا لم يذكروا هم دول الأفضل اللهم الملائكة ولكن هذا وإن كان جيدا في ظاهره لكن يعترض عليه بقول الله تبارك وتعالى في بني إسرائيل في بني إسرائيل قال وفضلناهم على العالمين على العالمين والعالمين يدخل فيها الملائكة لأن العالمين يعني كل ما خلق الله سبحانه وتعالى فيدخل فيها الملائكة فهذا الاعتراض يدل على أن المقصود بذكرني في ملأ خير منهم الملائكة يعني أي نعم هذا لا بأس به أنه يقال دون الأنبياء دون الأنبياء فالأنبياء ابتداء يخرجوا من المسألة دي يعني أن المقصود بالملأ اللي العبد يذكر الله عز وجل في ملأ أي نعم ملأ ليس فيهم الأنبياء ليس فيهم الأنبياء فالملائكة تكون عند ذلك أفضل منهم مع طبعا الرجوع إلى التفصيل في هذه المسألة وقد فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيلا عظيما وجيدا ويعني اتكلم فيها بكلام خلاصته أن هناك من قال بأن صالح البشر أفضل وهناك من قال الملائكة أفضل والتحقيق أن الملائكة أفضل باعتبار الحياة الدنيا باعتبار الحياة الدنيا لأنهم في الدنيا في أيام الدنيا العباد البشر يتكبون المعاصي والذنوب وكذا ونحو ذلك والبشر أفضل باعتبار الحياة الآخرة باعتبار الحياة الآخرة فالبشر الصالحون يعني مكرمون يوم القيام بل والملائكة يكونون في استقبالهم كالخدم لغيرهم يستقبلوهم ويدخلوهم ويدلوهم ونحو ذلك فيكون صالح البشر في مكان أعلى من مكانتهم والله أعلم قال فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملائ ذكرته في ملائ خير منهم فذكرته في ملائ هم خير منهم قال وإن تقرب مني شبران تقربت إليه ذراعا وإن تقرب يعني إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا وهو أكبر من الشبر تقربت منه باعا وهو أكبر من ذراع وإن أتاني يمشي أتيته هولا وهي أعظم من المشي وهي سرعة الخطة أي نعم وهذا يقصد به أن الجزاء يكون بتضعيفه على حسب تقربه يعني المقصود بذلك أن الجزاء يضاعف على حسب تقرب العبد لربه سبحانه وتعالى فالعبد يتقرب بالطاعة والرب سبحانه وتعالى يتقرب بالأجور والرحمات العبد يتقرب شبر ربنا سبحانه وتعالى يتقرب إليه برحماته ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بأجره أكثر وأكثر وعليه يضاعف له العبد فهذا الحديث فيه الحث على ذكر الله عز وجل لأن ذكر الله سبحانه وتعالى إذا ذكر العبد ربه في نفسه ذكره الله في نفسه وهي نفسه العظيمة سبحانه وتعالى الشريفة وإن ذكر الله عز وجل في ملأ ذكره الله في ملأ هم خير منه وإن تقرب إلى الله شبرا تقرب الله عز وجل إليه أكثر من ذلك وهكذا ففيه الحث على ذكر الله تعالى ثم قال باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله تسعة وتسعون اسماء من حفظها دخل الجنة وإن الله وطر يحب الوطر وفي رواية من أحصاها يعني رواية التي بين أيدينا الأولى من حفظها رواية ثانية من أحصاها باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعون اسما إن لله فهذا ابتداء فيه دليل على أن أشهر أسماء الله سبحانه وتعالى هو اسم الله هذا أشهر أسماء الله تعالى بل بعضهم قال هو الإسم الأعظم هو الإسم الأعظم وذلك لأن الأسماء كلها تعطف عليه الأسماء كلها تعطف عليه وتضاف إليه كل الأسماء تضاف إليه لكن هو لا يضاف إلى الأسماء فيقال الرحماء الله هو الرحمن أو الرحمن هو الله والكريم هو الله ونحو ذلك فكل الأسماء تعطف عليه ولذلك بعض العلماء قالوا هو الإسم الأعظم هو الإسم الأعظم وقول النبي صلى الله عليه وسلم تسعة وتسعين أسماء اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسماء الله تعالى بهذا العدد لأن البعض يتوهم أن هذا حصر لأسماء الله في تسع وتسعين وهذا غير صحيح بل باتفاق العلماء أن هذا ليس المقصود به أن أسماء الله محصورة في هذا العدد وإنما المقصود أن من حفظ لله عز وجل أو من أحصى لله عز وجل تسعة وتسعين أسمى من أسمائه دخل الجنة وأسماء الله أكثر من ذلك فالذي يحصي تسعة نسعين أو يحفظ تسعة وتسعين دخل الجنة أين؟ ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وأسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك إذن هناك أسماء ربما لا ندري بها لا نعرفها وهناك أسماء كثيرة جدا ذكرت في الكتاب وفي السنة وغير ذلك أكثر من تسعة وتسعين أسماء وبعض العلماء جمع هذه الأسماء وبلغت مئة وكسر واختلفوا في هذا الجمع اللي جمح مية وثلاثين اللي جمح مية وكذا ونحو ذلك فهي أكثر من تسع وتسعين أسماء وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها من أحصاها اختلفوا أيضا في المراد بالإحصاء ما هو المقصود بالإحصاء من أحصاها فقال الإمام البخاري رحمة الله عليه وغيره من المحققين قالوا من أحصاها يعني من حفظها يعني من حفظها حفظ يحفظ تسعة وتسعين أسم واستدلوا برواية أخرى وهي التي بين أيدينا إن لله تسعة وتسعين أسم من حفظها من حفظها فقالوا اللي يحفظ تسعة وتسعين أسم هذا من أسباب دخوله الجنة وقيل في الإحصاء عدها في الدعاء بها عدها في الدعاء بها يعني عمل بها في الدعاء دعا بالتسعة وتسعين أسم أو دعا بالتسعة وتسعين أسم في الدعاء وإلا فكثير مننا ربما لا يتجاوز عشرة أسماء مثلا أو نحو ذلك يبعو يا رحمن يا غفور يا عفو ونحو ذلك وأكثر الأسماء نغفل عنها بل أكثر الناس ربما لا يتعبد إلا بمثلا بوصف فيقول يا رب مثلا وهو وصف لله عز وجل وهو اسم كذلك وهو الرب فلا يعني يتجاوز ذلك يا رب وهذا خير لكن أفضل منه يعني يتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته وقيل من أحصاها يعني عمل بها وأطاع الله عز وجل بكل ما جاء فيها وقيل أحصاها يعني أطاقها يعني أحسن المراعاة لها ويمنع رحمة الله علي يرجح القول الأول اللي هو من أحصاها يعني من حفظها ولا تعارض في الحقيقة بين كل الأقوال ولا يمنع أن يعمل الإنسان بها كلها وإن كان يعني والله أعلم يعني الأقرب والله أعلم من أحصاها يعني من دع الله عز وجل بها وعمل يعني بما جاء فيها نتعبد لله بها مش مجرد أنه بيحفظها كده زي ما بعض الناس بيحفظ الأطفال بيحفظوها مثلا إنما يعرفها وتعبد لله عز وجل بها وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن الله وطر يحب الوطر وفي رواية أمن أحصاها وإن الله وطر يحب الوطر وإن الله وطر هذا وصف وليس اسم يعني ليس من أسماء الله تعالى الوطر إنما هو وصف لله تعالى والوطر يعني يقصد به الفرد والوحدانية إن الله وياحد فرد سبحانه وتعالى ويحب الوطر الله عز وجل يحب الوطر يعني وكأن يعني فيه تذكير بوحدانيته ولذلك الله عز وجل يحب الوطر أشياء الوطرية كأنها فيها تذكير بوحدانية الله سبحانه وتعالى ولذلك جعلت أعمال كثيرة وطاعات كثيرة بل ومخلوقات كثيرة على هذا النسق يعني نجد كثير من الطاعات على هذا النحو أنها وطر مثلا الصلوات خمسا وهو وطر الطهارة ثلاثا الطواف سبعا السعي سبعا رمي الجمار سبعا أيام التشريخ ثلاثا الاستجمار أو الاستنجاء ثلاثا كذا الأكفان وهكذا بل وبعض المخلوقات جعلها الله عز وجل وطرا السماء سبعا ونحو ذلك والسماوات سبعا وهكذا ولذلك الله يحب الوطر لما فيه من يعني التذكير بالوحدانية ثم قال باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئتا باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئتا قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقل اللهم اغفر لي إن شئ ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة فإن الله لا يتعظمه شيء أعطاه باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شئت العزم المقصود هنا هو الحزم والقطع بغير تردد ولا شك يعني إذا دعا يدعو حاجازما حازما ولا يدعو مترددا متشككا ولذلك إذا قال اللهم اغفر لي إن شئت هذا تردد وشك وكأنه يستعظم على الله ذلك كالذي يقول يا رب اعطني كذا إما شئت ونحو ذلك وكأنه يستعظم ذلك ويظن أن هذا يكون على الله عظيم ولذلك لا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت لا ما يقول هذا ولكن ليعزم المسألة فيقول إبام النووي رحمة الله عليه قوله ليعزم المسألة يعني الشدة في طلبها الشدة في طلبها وقيل حسن الظن يعني من الداعي بربه سبحانه وتعالى حسن الظن بالله سبحانه وتعالى إنه يجيبه أي نعم وأما معنى الحديث فهو استحباب الحزم في الطلب الحديث يفيد استحباب الحزم في الطلب إن الإنسان يحزم ويعزم في طلبه ما يتشكت ما يتردد حتى ولو طلب ما طلب لأن الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء وكراهت التعليق على المشيئة في الدعاء وكراهت التعليق على المشيئة لأن ذلك في حق من يعجزه شيء أما الله تعالى فهو على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك علما نفعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حسنا حسنا شكرا